سائل يقول سائل من البيض يقول هل يجوز الذهاب إلى الحج بنية الموت أول حاجة سلم لي على فضيلة الشيخ محمد بن عجيلا شيخ المدرسة القرآنية سيد الحاج بحوص بالبيض الشيخ بن عجيلا ربي عمر دارك ويختم لك بلا إله إلى الله ويحشرك مع أهل لا إله إلى الله هل يجوز الذهاب إلى الحج بنية الموت لا يجوز ما يجوز لك إنسان يروح وينوي يقتل نفسه هذا لي ما يجوز حاولوا تفهمه يعني يروح يتسبب في الموت أما إذا دارني أقل يعني فينتو يا ربي توفاني في المدينة باش يدفنوني في الباقي يجوز يا ربي توفاني في مكة باش أتفن في مكة يجوز ولكن يروح بنية أن يقتل نفسه يعني يروح بنية الموت يبدأ يشارك في الزحمة يرقد في الطرقات ما يرقد ما يأكل حتى يفشل ويطح يعني يبدأ يتسبب الزحمة باش يموت كي يدفن في المدينة فهذا لحرام عليه أما يجي بنية أن يموت في المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل ولذلك كي ينكثير من الصالحين ما يخرجوش من المدينة إلا للحج يخرجوا يحجوا يعودوا له المدينة على خايفين يقبضهم ربي في غير المدينة الغيب لا يعلمه إلى الله والمقادير قد أجراها الله وكل إنسان لا يموت إلا في المكان الذي قدر له ولكن الإنسان لا يعلم ذلك ولذلك هم لا يتسببون في الخروج من المدينة خوفا من أن يقبضوا خارج المدينة